كثير من الناس انتفع بنصيحة يوجد الآن علماء يا علي علماء علماء كانوا غافلين عن طريق العلم فنصح رجل هذا الشخص قال هذا طريق العلم فسلكه أصبح إمام انتدر الإمام الشافعي محمد بن دريس الشافعي المطلبي هذا ما كان لعناية بالعلم كان ينشد الشعر وهو صغير وكان عاش في هذيل وأصبح يعني تفتق يعني ذهنه وانطلق لسانه فمر به أحد عمومته وإذا به في السوق ينشد فضربه بالصوت عمله من أعمامه قال هذا لا يليق بك اطلب العلم فطلب العلم الآن الشافعي يوميا يذكر الشافعي ما في يوم تشرق شمسه وتغيب إلا ويذكر الشافعي رحمة الله عليه في العالم الإسلامي وخلد الله ذكره وأبقى أثرة أبقى أثرة فالناس تترحم على الإمام الشافعي نصيحة نصيحة البخاري هذا كتاب البخاري يعني من وين كيف فكرة البخاري مقترح نصيحة كانوا في مجلس فقال أحد العلماء والله إني أرجو أن الله تعالى يهيي رجل ينتخب هذه الأحاديث و يعني ينتخب الصحيح منها فانقدحت هذه الفكرة في رأس الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري ووجدت هذه الكلمة النصيحة قبول في صدره وقلبه فصار هذا المشروع العظيم الذي أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صعيحة الإمام البخاري نصيحة سبحان الله العظيم في كثير من الناس كانوا على حافة الهلاك على حافة الوقوع في مستنقعات بنصيحة رجعوا يعني شخص قال لصديقة أو للجارة لا تروح في هذا الطريق ترك هذا الطريق وفي ناس وقعوا يعني ضحايا الذهاب الاستمرار في هذا الطريق هكذا المسلم لأخيه المسلم موسيقى